عودنا أن يكون ضيفنا كل يوم اثنين بهذا التوقيت معنا ولكن مع ظروف الكورونا ومرعاة للاحتراز عمان تي في و سي افاي وشركان جميعا زين وغيرهم من الشركاء يعني متفقين على أن يكون هناك رسالة عبر هذا المنبر تغطي بأن نعزز فكرة التباعد والحرص وبالتالي لقاءنا اليوم مع أخونا مهند إعرقات كبير المحللين الماليين بشركة سي افاي شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية عبر الهاتف أخي مهند صباح الخير تحياتي سعيد صباح خاصة صباح ما تحيات الله يعطيك ألف عافية قبل أن ندخل في صلب الموضوع باستعراضي للسلايد الأول الخاص ببيان المؤشرات بسوق أمان المالي حقيقة يعني الفصام اللي صابني أكثر من الفصام اللي سواه كورونا لأنه تتحدث بمؤشر يسجل تراجعا وما زال المؤشر دون متوسط الأسعار لآخر عشر أسابيع ومع ذلك تتحدث أيضا بنشاط إيجابي لشركات المضاربة ومعدل يومي يرتفع بالنسبة 12.3% من هنا نبدأ تفضل يا سيدي تمام تمام أشكرك سيد الحمد على الملاحظات التي تفضلت فيها بالفعل هو النشاط الإيجابي لشركات المضاربة هو لا يعتبر مؤشر جيد أو مؤشر نحن نطمح له نحن دائما نطمح أن يكون الأداء الجماعي سمولي بحيث يشمن جميع القطاعات ومعظم أسهم الشركات المجدولة في برسة عمان وبالذات أسهم الشركات القيادية بالفعل إحنا شفنا زي ما رح نشوف بعد شوي بعض الأرقام رح تؤكد كيف كان فيه هناك ارتفاع بمعدلات التداول وكان فيه هناك ارتفاع لبعض أسهم الشركات المضاربة هي التي أدت إلى ارتفاع المعدل اليوم لحجم التداول بمعدل أو بنسبة 12.3% ولكن هذا النشاط أو هذا الارتفاع بأعجام التداول ما كان كافي وما كان مشجع على أنه نحقق ارتفاع بتعاملات الأسوء الصادق لأنني الأسبوع على تراجع بين 18 بالمئة بالمئة معدلات الارتفاع والمقاومة توقفت عند 1583 هذه النقطة هذه ما وصلنا لها وصلنا سبوعين عم نحكي فيها المؤشر غير قادر على تجاوز تلك المقاومة وهي أيضا بالمناسبة تمثل زي ما تفضلت حضرتك بالمقدمة هي تمثل متوسط الأسعار خلال آخر عشر أسابيع طيب انتقالا لأداء القطاعات الرئيسية وحجم التداول يا سيدي طبعا عم نشوف من خلال الشارط الموجود على الشاشة أنه قطاع الخدمات هو الوحيد الذي أغلق على ارتفاع بتعاملات الأسبوع الصادق ولكن بالمقابل هو كان الأقل تداولا وهذا بيأكد لنا على أنه هذا الارتفاع هو ارتفاع غير صحي وغير مضمون الاستمرارية بالمقابل القطاع المالي كان الأكثر تراجعا وكان الأكثر تداولا مقارنة بباقي القطاعات فهذا يعني بأكدنا ليش المؤشر أغلق على تراجع الأسبوع الماضي طيب إذن إحنا منحكي قاعدين بأنه حسب الشارط الموجود أمامنا حجم التداول ونسبته تختلف تماما عن حجم الحركة مش هيك؟ يعني هذا شيء وهذا شيء نعم بالضبط سيد أحمد هي علاقة عكسية ولما تكون علاقة عكسية بصراحة هذا يعتبر مؤشر سلبي يعني كما تفضلت سيد أحمد لما يكون عندي مؤشر القطاع المالي هو الأكثر تراجعا ولكن بالمقابل هو الأكثر تداولا فبالتأكيد هذا يعني معنى واحد له أنه الاتجاه المسيطر على أداء البرسة هو الاتجاه لهذا طيب ما بين تسعين شركة ثلاثة ثلاثين حققت ارتفاعا وواحد ستين حققت انخفاضا الملاحظ بأنه نسبة الثلث اللي هي بثلاثة ثلاثين شركة القيم بحوالي خمسة عشر ونصف مليون دينار كيف تفسر هذا الثلث ثلاث أضعاف تقريبا الثلثين للشركات اللي انخفضت نعم صحيح يعني أستاذ أحمد يعني جميع ملاحظاتك في محلها بطراحة وملاحظات في قمة الروحة تعليم كوسيدية شوه من رافق السبعة خلاص علمنا الدرس بالفعل سنلاحظ انه على الرغم من انه العدد الشركات المرتفعة هو فقط 33 شركة لان هذول 33 شركة كانت نسبة التداول عليهم بلغت 64.5% من اجمالي حجم التداول يعني هذا يعطينا معلومة واضحة جدا ما بدها يعني كثير شطارة على انه عدد محدود من الشركات وهذا اللي احنا بقصده في البداية عدد محدود من الشركات وبين قسين اللي هي شركات المضاربة كان عليها نشاط واضح ونشاط ملحوظ طيب جميل جدا يا سيدي ما يتعلق بالشركات الخمس الاكثر اتفاعا الاكثر انخفاضا والاكثر تداولا نعم صحيح هذا مزيد من التأكيد ومزيد من المعلومات اللي عم بيعطينا عن حول طبيعة اداء السوق خلال اسبوع الماضي لو لو نظرنا للشركات الخمسة الاكثر تداولا فنجد ان البنك العربي الوحيد ضمن هذه الشركات الخمسة باقي ما تبقى هي شركات مضاربة شركات عادية وعم الله هذ هي اللي استحوذت على النسبة الاكبر من احجام التداول وهذه الشركات اغلقت على ارتفاع طبعا باستثناء البنك العربي الذي اغلق على تراجع من 3.3% وبالتالي هذا بيأكد لنا انه التوجه العام لأداء السوق خلال اسبوع الماضي هو كان توجه مضاربي وبينما كان هناك استقرار مع تراجع نسبة لأسهم الشركات القيادية يعني الوحيد من القطاع المصرفي في الشركات الاكثر تداولا هو البنك العربي ومع ذلك كان فيه هناك انخفاض 3.3% نعم صحيح هذا بيأكد لنا غياب دور الاسهم القيادية في توشيط المؤشر بتعاملات الاسبوع الصادر كانت الشركات المضاربة هي المسيطرة حجما واداء على اداء السوق السبوع الماضي شركة تسويق الدواجن لم ترت ضمن الشركات الخمس الاكثر تداولا فقط بل الاكثر شركات حققت ارتفاعا نعم بس الملاحظة انه بالنسبة لشركة تسويق الدواجن ارتفاع حجام التداول عليها مؤخرا هي بسبب مناولات بين اعضاء مجلس الادارة وتدابات بينهم وبين بعض نعم هي ليست نتيجة عوامل بيع وشراء الطبيعية هي فقط عمليات مناولات أسهم بين اعضاء مجلس الادارة وايضا في خمس شركات اكثر تراجعا هايها معروضة على الاسلايد وبإمكان متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك لعمان تيفي انهم يطلعوا عليها طيب الان احنا منتحدث على السوق العالمي يا سيدي او عفوا الاسواق العربية طيب تمام الاسواق العربية عم نشوف انه بورسة الاردن وابوظبي اغلقت على تراجع بينما كان هناك استمرار للأداء الانجابة للأسواق العربية وبالذات بورسة دبي التي يعني وصلت القيمة السوقية لأسواق الامرات هذا يعتبر العنوان الرئيسي لأسواق العربية الماضي بما فيها سوق دبي وابوظبي القيمة السوقية تخطط حاجز الاثنين تريليون درهم فبالتالي هاي تعتبر من الانجازات التي تحققت وبشكل واضح جدا خلال الفترة اثنين تريليون درهم مع تسجيل سوق ابوظبي للأسبوع هذا انخفاض بنسبة فاصل سباة عشر بس نعم نحكي على 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 الأسابيع السابقة بالضبط كعملية يعني تكاملية أو كأداء مجمل خلال آخر فترة هو القيمة السوقية تخطط حاجز الاثنين تريليون هذا يعتبر انجاز ويؤكد لنا على انه الاسواق العربية مؤخرا أو خلالها نحكي تحديدا من شهر ثلاثة لغاية الشهر ثمانية الحالي هم تحرك ضمن تجاه صاعد ولكن الانخفاض في الاسواق العربية المركز الاول اخذه السوق المالي الاردني يعني بتلاحظ السيد محمد خلال آخر فترة خلال آخر أربع خمس سبيع عادة ما تكون برسة عمان ضمن قائمة الشركات المتراجعة يمكن برسة عمان هي الاكثر وضوحا في استمرارية الاتجاه لها مثل اداء السوق بينما مؤشرات الاسواق العربية وبالذات الاسواق الخلجية لا العكس تماما عن ستحرك ضمن اتجاه صاعد وتحديدا منذ شهر ثلاثة استمرارا للشهر الحالي طيب نختم يا سيدي بالمؤشرات العالمية بعد ان اعتمد الفدرال الامريكي بتعديل سيازته بخصوص التضخم اثر ذلك على الدولار مؤشرات الاسواق المالية زي داو جونز واسعار النفط بالتأكيد سيد محمد واشكر حضرتك مرة تانية على الملاحظات الرائعة اللي بتقدم اللي بالفعل تغيير الفدرالي سياسته المتعلقة باستفاع معدلات التضخم فوق المستوى المستهدفة الحالية 200 هذا من ما يعني لانه الفائدة سوف تبقى مرخبضة فترة طويلة من الوقت وهذا الشيء اللي خلى الدولار يتراجع مقابل اغلب العملات الرئيسية وزي معنا نشوف الدولار المتراجع مقابل مقابل جميع العملات الرئيسية والفرعية وهذا الشيء شكل ضغط بالفعل شاهدنا على اداء الدولار ولكن الاسهم هذا شكل دعم لمؤشرات الاسهم واقلقت جميع مؤشرات الاسهم امريكية على الارتفاع بل انه مؤشر الستاندرد عن بورد حقق قمة تاريخية جديدة مؤشر الداو جونز الصناعي محى جميع خسائر العام الـ 2020 ومحى جميع الخسائر التي انفبطت بتداعيات فيروس كورونا وهو يسجل ارتفاعا منذ بداية العام لغاية الان والنفط يا سيدي خام برينت عفوا نستاذ خام برينت خام برينت اغلق على تراجع عفوا عن الارتفاع بنسبة 60.5% هو يسجل اعلى مستوى لهم خلال اخر خمس شهور اداء برينت خلال شهر 8 هو ارتفاع بنسبة 5% يعني اسعار النفط خلال شهر 8 هي سجلت ارتفاع جيد يعتبر الخامس على التوالي كل الشكر والتقدير على جهدك معنا ونتمنى انه يكون هذا اللقاء ضمن هذه الظروف ان شاء الله مستمرا حتى نبشر الناس بوجودك بالستوديو اعلانا بانه احنا بلشنا ننتهي من الحالات والمعدلات العالية الى انتشار الكورونا اشكرك استاذ مهند عريقات كبير المحلين الماليين بشركة سي اف آي شركنا الاستراتيجي برنامج بصراحة تعياتنا لك يا سيدي بصراحة عروتنا اشتركوا في القناة